السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحباتي من جديد مازلنا مع قناة تفسير الأحلام الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه الرؤية العجيبة اللي ممكن تشوفها إنك ترع في المنام بإنك بتخطب عنوانه اللقاء رؤية أنني أخطبه في المنام وطبعا من الممكن إن اللي يشوف الرؤية دي شخص متزوج امرأة متزوجة والشرط اللي يشوف الرؤية دي يبقى شخص عازب أو بنت عزباء لا يعني مثلا لما نجري المرأة المتزوجة رؤية الخطوبة لها عموما لو أنها تخطب من شخص معروف مال لو أنها تخطب من شخص مجهول غير معلوم ربما تدل على بعض المشاكل أو بعض الخسائر المادية أما شوفوا التفصيل ده أما لو كان عندها مشاكل بغض النظر عن معلوم أو مجهول ستزول هذه المشاكل يبقى الجزئية الأولى أنا ما عنديش مشاكل ده المرأة المتزوجة فشفت أني بتخطب بنقول لها من المعلوم مال من المجهول خسارة مال طب أنا عندي مشاكل لا هذه المشاكل سوف تزول بفضل الله تبارك أتعالي بالنسبة للبنت العزباء حينما ترى الخطوبة لو رأت في المنام أنها وافقت على الخطوبة رؤية محمودة هذه الرؤية تدل على أن هذه البنت عندها رغبة شديدة للزواج والخطوبة ولتكوين بيت وإن شاء الله سوف تحدث له وأحيانا تدل على أن هذه البنت عندها قلق وعدم استقرار في الحالة النفسية إن شاء الله ستتحول هذه الحالة النفسية السيئة إلى حالة سيئة جيدة إن شاء الله تبارك وتعالي أولا رؤية البنت العزباء لدبلة الخطوبة لدبلة الخطوبة سوف تسمعوا خبر مفرح إن شاء الله تبارك وتعالي نفترض أن البنت العزباء رأت خطوبة فحضرت هذه الخطوبة هذه الرؤية تدل كما ذكرت في البداية يعني الكلام ده أنا ذكرته من ضمن المعاني لرؤية الأولى أن هذه البنت عندها رغبة شديدة جدا للزواج لو قامت البنت العزباء بشراء فستان خطوبة هذه الرؤية تدل على إنذار لتعرضها لبعض المصاعب والعقبات وربما بعض المشاكل في حياتها الشاب الأعزب رؤية الخطوبة له ليها أكثر من أربع معاني إن الشاب الأعزب يشوف خطوبة أو أنه يخطب ليها أربع معاني أيوة المعنى الأول أنه سوف يخطب بنت لن تعجبه فيما بعد هو هيخطب بنت وحشوفها كويسة قدام يعني حيتبين له أنها يعني ليست هذه البنت التي كنت أريدها اتنين أنه لا يحسن الاختيار تلاتة خسارة أموال أربعة أنه سوف يتزوج من مطلقة مش عارب بقى الرابعة دي بالنسبة لها تبقى يعني كويسة ولا لا لكن التلاتة البقيين سبحان الله العظيم أو ممكن يكون لربعة كلهم مزمومين ومع شديد إن أسف بالنسبة للرجل المتزوج الوحيد يعني اللي تعتبر يعني طبعا في بعض الأصناف رؤيتهم محمودة لكن أقصى شخص في المعاني الجيدة في رؤية الخطوبة رجل متزوج حينما يرى الخطوبة أو أنه يخطب هذه الرؤية تدل على تحقيق أمنية غالية له إن شاء الله وربما سوف يسمع بعض الأخبار السعيدة السر المفرحة في القريب العاجل وربما كدو مال له إن شاء الله تباركه تعالى تدرينا في اللقاءات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة